محمد ما رأيك فيما قالت إليه الأمور بعد ما بدأت بحل دوسي ولت وين البترول من بعد؟ حل دوسي معنى هذه مبادرة عملها التيار ديمقراطي التيار ديمقراطي معندوش مثلها متاع ربح حزبي سريع واضح الوضع في البلاد السعيب لم يكن طمعين في السلطة اليوم فما حكومة نحن ضد فكرة نظام برلماني نعتقده كان وزي ما تكمل خمس سنوات متاعها على سوءها وعلى سوءها دا ومعنى معركة حزبية خاصة بنا نحن عنها معركة الحقيقة اللي يرجع التاريخ خطر برسنة وانسا يغلط والكل من 2012 ما تروح المسألة بتحل ملف الطاقة والكل بالنسبة للشخصي كانت من الأسباب على استقالة سمية ثلاثة ملفات هي الديوانة هي الديوانة والبنوك العمومية والبترول اللي معناش حق فيها زي بشغل تطبع الحاجات الصغيرة 2013 عندنا كثير من مواقف في هدية في حكومة سمية ثلاثة يجمع كثير من ندوات ومواقف في الموضوع الحكومة هدية بالذات عندها شيء ايجابي كون مفهمة حتى يحتلها في العصاف العاجلة تصحيح صارت مظاهرات واضربات وكلها وتعرف شكون دافع عليها دافع عليها حزاب معارضة لها كمطائرة ديمقراطية تطبق القانون ويزينا من الضربات وخلن يخدمون هذا خطابنا نحن بوضوح مهما كان من يحكم لمهم يكون ملتزم بالدستور اما في معركة اسم حل ملف الفساد لم تتجمش تأجلها الحكومات اللي في السابق قالوا نحن وقتين مصدقتمش أنا بلموناس بشقول الكراني مصدقتمش كي قالوا نحن مواقتين هذا كلام ما حلناش اما السيدي برا نفرض هم هاول قاوة يعلم وعينا قال لك مواقت سمحنا خلنكمل هما قالوا نحن مواقتين باه واذا يش بشقول مواقت لغة فمرها في البلاد ولغة الوضع صعيب والكل هذه رأي ما تكلش مع ملف مع مطلب اسمه حل الدوسي حل دوسي الفساد خل البلاد تقفى لساقها اللي قبلك ما حلوش تسباب يعرفوه هما انتي جات فرصة طوى ما عندك حتى حد يعرقل فيك ما عندك حتى حد يضرب فيك رأي موجود في العالم الكل تنقضيوا عليه ونقضيوا عليه زادة كنحلوا كثير من الملفات ونخرقوا فكرة العدالة مجتمع عادل ودولة عادلة هذا هو اللي حش نبيه انا ما قلت لك شتبهم عمد عبوا بيان ادانة لما حدث في دوز مثلا ما تقرأش صفحة متعنا عود اقرأة تتقاه موجودة وقت البارح ولا نهارة نهارة لي صارت الموشك متع دوز هبتنا وادلنا كل ما حصل من العنف وحملنا المسؤولية اللي شكون زادها في اللخر حملنا الحكومة علاش تخلي المواطنين يتقاتلوا مهمش مواطن مهمش يتعارك مع بوليس مهمش مش معنا راني يقول البوليسي ما تبقوش قانون تبقوا القانون ما نلعبوش بالاستقرار متع البلاد اما في اللخر المعركة ديه لواش هم واجوزة من المطالة بتاعه والتشغيل يا سيدي ما تنجبش تخدم ناس كل انا نقول لك حكومة واش نجب نجب نخدم 650 الف عات العمال و 700 الف عات العمال اما تنجب تبلغ رسالة طمانة من بين رسالة طمانة يخرج حكومة يقول اي صحيح سمعنا بكثير مشبوات بالملفة على مسؤوليتي انا رايلا جهي اي ترقبية ثلاثة والمجتمع المدني معها فلان وفلان والجمعية الفلانية والفلانية السحفين يحضروا زادة في بعض المواقع ندخلوا وشوفوا الملفات وشوفوا الهبار ونسمحوا شكيات الكل ونستعينوا حتى بالضابط العادية زادة في بعض القضايا تبحث معنا كي يقول كلام كيم هذية بش يسمعوا نتيجة بعد شهر او ملفت حل بعد شهرين ستة شهور يكمل التدقيق ستة شهور كافية للتدقيق وقتا يوخش رأسه مرفوع حكومة رأسه مرفوع ونحن كاتوانسة بقطع نظرة على السفادة من يحكم ولا الحزاب الحاكمة يا سيدي خلي بلاينا تقدم ماناش دعاة سلطة معنا مذابينة ولكن ماشي قانين مستعدين اللي كل شيء بش ناخل طوله حل الملف يا حبيب السيت وما تسكروش خاطر اذا ما سكرتوا لقد الله ستتتهم طرف الشعب التونسكة وكتحمل فاسدين اللي قابلك التهموا بذلك ونحن نحبوا نمنعوك أكثرش من هذي طرف الدوس يمسكر سيمو حامد عاما طبعا دوس يمسكر ايه دوسة هونش خولكش فيه فيه دائرة المحاسبات قامت بواجبة عملة تدقيق وما فيه وش كل شيء لك خامقولو زادة ربما مدة زمنية صغيرة وخدم وخدمة معينة ما كملواش اللي القووه التجاوزات يراوه عندها طبع جزايا عدوها النيابة العمية اللي فتح التحقيق بارك الله وفاه وينو سيد قاضي تحقيق في الملفات هذي يمكن مع الحملة تحركت شوي ملفات قديمة أمر وفهم عدد من القضايا اللي التعلق بالطاقة واللي هي أقل بياس الماليزم تتعدى موجودة تول حقيقة واضح كمشن مشوفها في الريت متاع سنوات الفارتة اللي هو الملف يقعد بالاربع خمس سنوات وما ينظروا شوية في نفس الوقت القاضي تونسي قعد ينظر في شكون سرقة عشرة دينارات وشكون سرقة دينارات وشكون سرقة دينارات وكيف كيف وزارة المالية عمل تدقيق؟ لا وزارة المالية مش وحدها البنك الدولي في سنة 2013 خداه البنك الدولي قال عطيونا معلومات على منظومة دعم الطاقة وقتها مشاء وكيف شاء وزارة دمو كانوا يغلطوا فينا زاد الحكومات الزابة لونا خرجت بحديك هنا ولي في البلاس وخنا نقول حجم الدعم في الطاقة رأو 4 مليارات ونص ويزمنا نقصه أولين دفع الحكومات كيف شاء تعملوا تدقيق قالوا لا رأوزوز 2.2 طبعا ما تغيرتش اللي حسبت عنها في الواقع طريقة الاحتساب هي اللي تغيرت لكن مهم كونك تواجهت وانسا تقوله مرة 2.2 مهم رقم كبير مش معناه رأنا خليها كلام هذا بنا نحلو مشكلة الدعم في وقت والوقات أما مهم لارقة هاي مليجابيات بتاع تقرير هذا أما رأو متعملش الخاطري أنا والخاطر كنتي أنا سياسي والانتي صحفي ولا الاخر مواطن توسي تعمل الخاطر البنك الدولي هو لي طلب نقعدوش بالمنطقة دائم القرن 19 بتصير السلاحات لما يجي الأجنب بيقول صلح السيدي اسمعوا كلامنا نحنا توانسا حلو دوسي رأوا فيه برشا فاساد ونهارت يثبت ما فهماش فاساد طبو نحنا نعتدروا توانسا وقدروه السياس ونهارت يثبت فهم فاساد السماح مثل اشي تحاسبوا لي قبلك انتي متحاسبش سرياد تداعيات هذه الحملة اليوم هل ترى وأنها وصلت إلى مستوى اللي يجب يتم تأثيرها معناها ممن دعا لها ومن السلطة أيضا شوف هي الحملة هذي كما يقولوا كلمة حق وريدة بها باطل ونشعلوا النار بعد تقولوا دخان منين لأن الفاساد في تونس وعدم الشفافية هذا قلناه ومشكن في البترول مشكن في البترول وموجود وهذا عليها صارت الثورة وهذا هذا حتى حد ميش مينكروه ونقص الشفافية في تونس معناها من المشاكل الحاكم الرشيدة الموجودة في جميع القطاعات ونقول لك أنه يمكن قطاعات فيها فاساد وفيها الدولة تخسر فيها موارد أكثر بياسر من قطاع البترول ولكن قطاع البترول هذي حملة ممنهجة وشوفوا فين وصلت من نجموش نقول له يحكي على الأشياء معتها يركبوا على حملة حل الدوسي الدوسي محلول أول حاجة الدوسي محلول العمومات سكر وليومة اللي صار في لجنة الطاقة اليومة ونواب كل كانوا موجودين والصحافة كانت كل موجودة وناس كل موجودة بشي سلوا سؤالات ووزير موجود وكامل الطاقة من المدخل بحضور رئيس المجلس واحنا موجودين بش نحطه شرها فيها أكثر في القطاع هذا وما تحلش الدوسي راوى خطر الحملة هذي الدوسي محلول حتى الرئيس الحكومة في الخطاب وقال أنا طلبت تدقيق في رئاس الحكومة طيب والتقرير هذي متاع الهيئة 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 المحزبات يقروه لأنه اللي يخرجوا يحكيوا عليه اللي هما وبدأوا يشهروا بالعباد ويشهروا ولكن التقرير واضح ثم إخلالات الموجودة والتقرير تقريبة تسعين في المئة من التقرير وقاعة تدقاش فيه وثم مشاكل تقنية اللي يمكن كان صعيب على دائرة المحاسبات أنها تكون ملمة بها تكون ملمة بها القاضية من القضاة اللي عملت التقرير بسمعتها في بلاتون تليفزيوني ودخل راهو التقرير ما يقولوش هك ولكن حلينا حملة كبيرة باش ندخلوا البلاد في دوامة باش ندخلوا داب في نعارات جهوية تشوفوا فين وصلنا لي في في وفي مدينة دوس هذا هي ضرب للدولة لأن المطالبة بالشفافية حاجة وندخلوا البلاد في دوامة كما هكا حاجة أخرى وهذا هو وهذا هو الحملة فين تحب توصل وهو شوفوا الصفحات الاجتماعية جماعة توين والبترول وش قاعدين يحطوا وش قاعدين يقولوا البارح نشوف في خطاب من الناس اللي يقودوا في عملية توين البترول خطاب متاع متاع تفكيك الدولة متاع تقسيم الدولة هذا الموجود وهذا حقيقة وناس اللي متحمل مسؤولياتها في الشي هذا شكولت حم مسؤوليته انتوما ولا من دعا انتوما كانت في السلطة ولا من دعا السلطة السلطة يزمها تجاوب وما تحلش الشي هدايا كان لي حملة توين البترول شو معناس ابو بكر نحما قولك حاجة في البلاد هدايا روما اللي عام 2000 وحداش الناس كل ترتكب كل الموبيقات توخش منها سلامات ما في ذلك اللي يحمي الفازدين اليوم يخش منها سلامات اللي يحميه يخش سلامات هاني كنت في سلطة قبل ما براش منكرات سمحني نجم يقول صحيح يجيني واحد في معلومة يقوله طعم ثابتون جاوبوك مش خاترني في سلطة يزمني نظامر معهم السيد يوخش غدوا فساد وحاجة غريبة ياسر قاعد نسمع فافيتون سيد حبيب السيد بيدو اكثرش منه هو ما يعرفش انتي ما تعرفش انا ما نعرفش كي تقولي قديش المنتوج ونقولك الوزير السناعة قال 51 الف في بلاد القائمة الكل على الشك خطر او اللابار والترخيص هذه في معظمها والامتيازات على استغلال المعظم هتعملت قبل الثورة معظمهم اخي الناس ولا الدافع حتى المنظومة اللي قبل الثورة ما عليها اللي خليها بنعليه كله مريقل وزدنا الناح لاربع سنوات بعد بنعليه خلينا الكل مريقل شوية تجاوزات هنا وهنا تريقلو ما هي شوية تجاوزات برشة تجاوزات يزمنا حكومة عناش بدينا واحد قلابتو محفروت متميع للقضية عندنا دولة نحن وعندنا مؤسسة نؤمنوا بها عندنا رئيس حكومة ماذا بينا ياخذ القرار متاعه اما مش وحده عنده هايات رقبية نعرف برشة منه ونعرف هم ناجدين ثلاثة هايات رقبية يشركه مرة مع بعضهم الكل في المشروع ده يناجم يدخل معه المجتمع على المدني ويزم يدخل معه المجتمع على المدني ويعرف شكون يختار ويزم يدخل معه من نواب ويعرف شكون يختار نواب اللي يطموله مش لازم يكونوا في الحكم. لازم يكونوا في المعارضة. وكل شيء بالتقارير. كي يخرج نهاري يقول لنا هاي تجاوزات خطي لازموا بشقول لنا فهم التجاوزات لانه ثابت. اما بشقول رأي شوية مش كيمة تدعيون ثم بارشا نقول له بارك الله وفيك سيد رئيس حكم. هاك رجعت الثيقة بينكم بي المواطنين. اذا هو مستفيد. اذا قال ليه وما حالش ادوسي. ما نعادو مصحة في الموضوع. شو قال ليه? شو قال ليه? شو قال ليه? نزيل ما قالش. ما نزيل ما عمل شايد. شو ايام حل كل شي. شو قال ليه? او في ثلاثة ايام. ما حل الشي ما تغلط شايد. شو قال ليه? شو قال ليه? لاجه التطاقة اليوم وجميع النواب كانوا موجودين. ايه موجودين. ايه موجودين. ايه. وسؤاليات حدا يتسهلوا. لاجه التطاقة اليوم كان عنا سرد للواقعة بصفة مدقة. وكل نائب سهل سؤال اخذها جوابه. تو هذا منطق بالله. تو وزير الصناعة عبيد وهذا ما زالك يتخلى عنده اربع شوار. تتصور انتو يعرفش عندنا طاقة تونس. والله لا يعرف. ما نج خير منك سي محمد. يزيني بلا يعرف. سمحني ما اتغلط شتوانسة خليفهم والوضع. الوزراء متاعنا هو كيفاش عاشين في تموز. كيفاش يخطي. بيشد البيروم تاعه. عندهم مشكلة يبعث الموديل العاملي هو بيدو يعلم الله. ما سميتش زيد ولا عمر. هو بيدو يعلم الله فاش امبليكي فاش امبليكي. بتبيع بشي شي هو بيقوله كل شي مريقل. هذك عليش اللي يحكموا بعض الثورة لكلهم امبليكي في الموضوع ذه. يخرجوا يقولك ما عنداش تجاوزات. يا خبط انت عملت هاي شي يسترقابة. هاي يسيدي البنوك العمومية ثلاثة. خسروا عليهم عشرة مليار عشرة مليار مليم. عشرة مليون دينار. مش عملو لهم وديت. عليش خاطر البنك الدول يطلب. يسيدي بلا يعلى خاطرنا نحنا بروسروا فالعشرة مليار هذي. كيراد ربي وبرا عمالة وديت مع شركة اجنبية. رغم لي نحنا نقولولك شي يسترقابة توانسة. ومجتمع مدني وصحفيين ومعارضين. ينجموا يخشوا معاك وتقاول حل. وتخشوا تمنوا توانسة. يقولك ح تقابة التونسية شككتو فيهم. لا ما شكنش فيها. شككتو فيهم. انتي قلت. انا ما شكتو في تقرير. شككتو في تقرير. نجم شكتو في تقرير محاسبات شككتو فيهم. لا لا ما شكنش فيهم. عملت تقرير وجوبوا عالتقرير. وما يشو اللي اخت اللي تحكي عليها انتي. معناها هذي هي حقها سكتت. الحقيقة مع كاب الاحترامي لها. هي تومش قادية يدري يخلنا تقضوها. اه هي كانت موجودة في جهازها. رقم وبعد خرج تخدم على المؤسسة اللي هي بيدها كانت تراقب فيها قبل. اللي هي اليطاب. حقها سكتت شوية سمحني. تكون تراقب فيها. مبعطوك اشتخدم معها. مبعطوك اشداف عليها. هذي هي رو ما يزيدش يطمن. بالعكس يزيد يخلي شكوك. موقتلكش تكذب ولا ما تكذبش. اما حتة الروحة هي واليطاب فيه موضع شك. الموديل العام لليطاب. كيقال له وكيقالولو علي كنتور. قال ما فمش كنتور في بعض البلايس. صحيح. هذي نسمعناه نحنا بيدنا. اما رو فم الجوج والجوج يشوف فيها تونسي مش تونسي موظف رو. تونسي عمل في الشركة. اه صدق الله العديد يمكن تونسي يشوف الجوج امور العامل امريكا. ياولدي فم فاسيات في كل. يا مغارضة كبيرة. ياولدي فم فاسيات في كل كبيرة. واجوب عليها اليوم. اجوب عليها في الوطنية. جايب عليها في الوزير. شوف. هل حكاية اللي كنتور هذي هي. حكاية متاع واحد يتكلم على علمتها شي انو غابت عنك اشيائه. هل يش حبو ثم دي كنتور كانوا صحيح. كانوا مكسرين في 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 ال كانوا مكسرين كيس كانابل دي كنتور دو تت دوبوية معانتا. كنتور لي يخرج البترول من البيئر. ولكن ما ثم ماش كان الكنتور هيدا. ثم بعدي كالعقابة اخرى مثل ما حتى برميد برميد ليس غم يخرج من البلاد بلاش ما تكون دولة عالبالابي. ما ثم ماش الحكاية هيدا مش موجودة. الكنترول في سكو. اهموا لعبات. شقالوا لعبات. قالوا انو ما نعرفوش قداش نشيريو من الغاز. من عندي شركات مثلا بريتج جازة اللي تبيع لنا في الغاز. لانا اللي كنتور مكسرين. اللي كنتور في سكو هيدوما ما همش كسرين. ويخدموا. وانا مشيت. وحبيت نثبت لانا عاظوا في ناجل الطاقة. حبيت ثبت. كنترول في سكال هيدا كنترولي عام ثمانمائة مليول كنترول. ما تجمش تمسوا. ما تجمش تبدلوا. ما تجمش تخلصك الدولة. ما تجمش تشري انتي من عند. اللي يبيع لك ما يجمش يبيع لك. اذا ما تماش هال كنترول في سكال لانا ما عاشت يجم يخلص. من عندك. مستحيل هادوما حكاية هال كنتورات هادوما يحكيو على زوز انواع عدادات مختلفة. ما هماش نفس الشي. هادا هو هادا 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 شوه. شوف هو نستعمله اشياء ثم اشياء مش ما تماش رو. ما احناش نقولو ما تماش اشياء. ما احناش نقولو ما تماش بعض المجاوز اه تجاوزات. ما نقولوش ما تماش فساد. رو ثم في فساد في جميع القطاعات وهذا نعرفوه. ولكن نستعملو معطيات باش نهزوها المعطيات اغلى. انا سؤالي سيمو بكر محمد. لحظة برك شو بولك حاجة. اي انا نحنا رو بدلنا الموضوع في نقطة معينة خطر بديت بها هنا وهي طريقة فكية برشة. بيه وملفت الفساد وقتش تحل. معناه ليستعمل في ابار واهو جنسية التونسية. ما تعرف نحنا متخلقين ما نسميوش الناس. جنسية تونسية واستعمل في بار ملابار. وما يخذو كبار تجريبي. وعندو سنوات مواصل فيه. ووزارة الصناعة ساكتة واليطاب ساكتة. واختيش يخلص هدايا. عندو عدالة انتقالية تعاد عليها ولا يرجع فلوس الدولة التونسية ولا تعرف قديش يخلص هدايات انت كي يبدو يعمل بار تجريبي. هو ما يخلصش هدايات بالشكل يخلص وقته هو عندو رخصة استغلال وقعد يستغلوا. هذي ناس عملت برشة الفلوس. ما ناش صالبين منو بشي بشي لحب صالبين منو بشي عدالة الانتقالية. فما قانونو في البلاد داي ولا فماش. ما فماش خلنا خورنا نخرجوا الان سنقول لهم اسرقوا وعملوا اللي تحبوا تخرجوا منها السلامات. تحب تحاسب. قال رئيس حكومة كل مباهيم ما ما صدقتوش. ما صدقوا إلا بالفعل. خطر يقولوا فيه الناس كله حتى ابن علي. واللي بعد ونحنا ونس كلهم نقولوا فيه. لهو تطبيق القانون على الجميع. تطبيق القانون على الجميع حاجة رائعة. نحنا اول نس صالبوا فيه. وندعموه وقت مثل كي خرج هو قال الاقتطاع اللي معاه في الحكم كما سريات. ما دفعوش عليه. دفع عليه طيار ديمقراطي. تقتطع لهم الوجور اي موظفي غيب. ونحنا. شو خلق ما دفعناش عليه. بيه خليني نكمل. ما سمعتش عليه ما سمعتهمش دفعته. نحنا ندفع. ما تسمعش انت. مش قلتك ما تسمعش يا محمد. ما تسمعش. انت بس طليتي نسمعش حبني نعملها. بيه سمحي شوية لحظة. بركة وفرق اللي هبطلنا بعد موقفك اللي ندفعت عليه. ما منيش دافع عليه وندفعش عليه. اما حبيت نقولك. ما تقولش حاجة ما تسمع. لا نعف. لا نعف نسمعتكم مش. لا اسمع. بايش قلت سمحناي. تدخلت في المدخلنا في مجلس نواب وقلنا تطبيق القانون. باي هتكسر. وقوح الظيناك كده وما تقولش ما سمعتش. طوش هتنثبتوها منك. اما حبيت نقولك حتى الحزاب اللي في وسط السلطة. ميش قاعدة ندفع. نحن ندفع عليه وقت يطبق القانون. اما تبق القانون مش كان عزوالي كما نقوله. على الناس كل هدي هي الدولة متقدمة. هدي الحبوة متقدمة. والغريبة فيهش كانوا ناس تحكم الداخل وتحفر لرواحها. هدي ما فهمنايش. انا اليوم السؤالي اصلا هو التداعيات. دعوة بديتو هنتوما بطريقة واضحة حلت دوسي وطلبتو بي لجنة بعد. برلمانية. لجنة خاصة للتحقيق ولا التدقيق في هذا ولا مشاركة في التدقيق في الموضوع هذي. هذي بدت الدعوة من اللول. ما قالت اليه اليوم وركوب عديد الاطراف على الموضوع هزت المطلب متاعكم الشرعي في اتجاه اخر. وهذا ما قاله حمل همامي قال عليه. اتجاه الاخر اليوم الفوضى اللي قاعدة سنة. ماني وليد الفوضى. اللي صار في دوس مش فوضى. طبعا في دوس فوق. طبعا. وانتي تتسوى اللي في دوس اللي صار عنده علاقة بحل دوسي ولا وين والبترول. دي كانت نقطة من نقاط. يا دي تعرف نار كل فوضى. نحنا كنا في قابس مثلا المدة اللي فت. لكن وقت عيتونا قالونا يجا واحد رمعنا في جسيمة. قلنا المرفعوا الاعتصام رغماناش وصلت. مش عامل يم زي يعني ذا تومس. من حبوش نعملوا عليهم زي ما دا بيناتي يا حرفي اقرب وقت. اما على السقرار بتاع البلادران اللي مشيوه في السقرار. منرعبوش نحن بممورة دي. اما بالله ما تربطش مباشرة بين دوس وبين الحملة بتاع دوسي والبترول. هلك مش بديت ناس مشت? ماشين مشي ساكتر وبيترول. تعرف شو طلب شو طلب شو الطلب بوقتها يقولوا. يقولوا عطيني جزء من الثروة متاعية. موش كلامنا دي وموش خطابنا. ماذيكش نحكيه لكينا. ليه مش ليه عادة ذاك كلم اخديم عادة هك تنسانتي خطاة طوية من 2012 يحكيو في الحكاية تذي. نحنا بالعكس جينا عقلنا المطالب ولينا نحكيو على شوفه فيه. نحكيو على هيئة رقبية تبشي تقوم بالدورة متاعها. مانيش اللوم فيك سي محمد رابع. مانيش اللوم فيك مانيش اللوم فيك سي محمد رابع. مانيش اللوم فيك. ليه في حاجة اخرى. اما في هذه ليه. اما مانيش اللوم فيك. انا نقول وين مشيت من بعد الحكاية كيفيش كيستركبوا عليها نسخولي. من 2012 سيبو بكر انتي تتعرف من 2012 ناس تحكي بخطاب شعب أوي من القبيل يعطيني باية. مش هكا المسهل يعطيني باية. يعطيني باية الدولة. انتك ترجع بيانيتها ما نقولوا شو الشعب. نقولوا الدولة خطر فينا الموت. الدولة في خدمة شعب. طونك ثروية تترجع للدولة. وبعدها تناجم تحل المشاكل متاع الفقر في تونس. هذا هو اللي نحكيو به. اما خطاب شعب أوي من اسم مهمشين. لان نتحمل مسؤوليته ونتجبش طلبت وبينه وبين الحملة متاعنا والحقيقة ما عندو حتى علاقة. ونذكر كو من 2012 وفي تطوينه في غيرها صارت الحركات من هذا القبيل. احزاب اخرى ركبت على الحدث. مرحبا. تعطينا جكون يركب برك ويجي عاون يخدم بلاده برك. وتتقيد له لهو. وتصلنا رب معارضة بالنواب بتاع المعارضة في تجاه تشكيل لجنة برلمانية لتحقيق الثروي الطبيعي. والتومس لنا من القناة شغلابية. داخلهم. او بش نعطيك التدعيات وهم التصريحات حول هذا الموضوع وتطوراته. الآن في الراهن الآن هيفا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك. في دوز. اربعين من المواجهات والاشتباكات المتواصلة بين المحتاجين وقوية الامن خلف 16 اصابة بين صفوف الامنيين والمحتاجين منهم اصابة على مستوى البطن بالرش. زوز اصابة على مستوى العين بالقناة بالموسيلة للدموع. مجموعة من المواطنين اعتدوا على مقارة السيادة وقطعوا التريقراب تابين قبل يودوز وحرقوا العجالي وبين الخسائر المادية صار حرق المقارات الامنية منطقة الشرطة والحارس حرق سيارات تابعة الحارس الوطني والامن الوطني. المنطقة هديت في الويكاند مع الكوفروفو ومع انتشار عناصر الجيش بعدما سحبه قوية الامن. نهار جمع حضرت وزارة الداخلية من ما وصفتهم بالعناصر التكفيرية المدسين اللي يحبوا يدخلوا ويدخلوا بين المحتاجين ويستغلوا الوضع وينشروا الفوضى عناصر بعيدة على المطلب الاساسي للمواطنين المحتاجين وهو وقف التهميش اللي تعاني منه المنطقة مطلبهم التنمية مطلبهم التوظيف في شركات النفطية في المنطقة التحركات الاحتجاجية يعني صحيح المرتبط بالمطالب الاجتماعية ظاهرة ماهيش جديدة علينا بعد الثورة مستنسين بيها اما انه الامور توصل للعنف ذايا بالاعتداء والحرق عليش شكون يتحمل المسؤولية هل يتحمس ولية اللي بدي وحملة وينو البترول على خاطر احديث دوست تتزامن مع الحملة اللي تهدف للمطالبة بالشفافية في قطاع التاقة الطالب التحقيق في شبوية الفساد في اسنادر وخاص تنقيب الشركات الاجنبية حملة اسمعنا فيها وشفنا فيها بعض الخطابة التحريضية في الفيسبوك في الاعلام من نوع انعيدام الثيقة ثيقة الشعب التونسي في مؤسسات الدولة نسمى وخبير التاقة لذا مأمون يحكي على ثيقة الشعب التونسي لمؤسسات الدولة الشعب التونسي ما عادش عنده ثيقة في وزارة الصناع ما عادش عنده ثيقة في الإيطاب ما عادش عنده ثيقة في الديجيو والمسؤولين هذوم الكل اليوم ادعوه بحاجة واحدة قالوا احنا مهمتنا مش مراقبة معناها اذا الدولة ما تراقبش انا بيه بنفط وابار نفط وحقول متاع نفط ما نعشش قاعدة تراقب تراقب في المواطن اللي ما تفاعش معناها اداة ولا ما خلصش فينيات تيما عندي ملاحظة صغيرة على حكاية خبير رضا مأمون ليس خبير في البيترو يقدمو في الاعلام على انه ليس خبيرا في البيترو ايه منجمش نعرفوه كأساسي ياسي معنا انا نقول لك هو سيفا متاع وكخبير يقدمو على انه خبير مبدأ اخر هو المطالبة بنصيب سامحي سيريات دوش الباك ديليش خلينا من اما هو تاجر عددات واصل مبدأ اخر المطالبة بنصيب المناطق الجنوبية من عيدات النفط على اساس توزيع خير عادل ثروات ناجم يتوظف هو زيد المطلبة ذي في بعض الخطابات اللي يتستغل الأوضاع الاجتماعية السعيبة بيش تضرب وحدة الصف الوطني وقت اللي يتلعب على مشاعر العروشية والقبالية وعلى منطق ثنائية الشمال وجنوب وما زلنا نساله على المسؤولية وراء العنف اللي شفنا هي جمعة اللي فتت هل يتحملها السياسيين اللي ما عرفوش يتعاملوا مع الوضع السياسي اللي فرضته حاملتوينو البترول السياسيين كانوا مختلفين مكنوش على نفس الكلمة بصعات أحيانا في نفس الحزب اللي واحد تلقى قيادات مع الحملة وقيادات تنبه لمخاطر الحملة نسمو حامل همامي في توضيح لموقف الجبهة الشعبية من التوضيف السياسي في تسريح الموزيك البرح شوف ما هو شي صحيح اللي الجبهة الشعبية اختلفت في الموقف من حملة وينو البترول بصراحة نحن نسمو في كلامات هول حزب فلاني موقف وهكه هول أخركه وصحيح هذه كلها مختلقة اختلاقا في محاولات فاشلة لإرباك الجبهة أو خلق تنقضات في داخل الجبهة الجبهة الشعبية فيش تختلف مع منظمية هالحملة انتعادية وينو البترول تختلف معها في حاجة أساسية انت راك تنجم كلمة حق يراد بها باطل بالنسبة لأننا الملف جدي وصحيح أما ما تجيش تستغلوا أو توظفوا بيش تخلق به فتنة أو صراعات قبلية أو صراعات جهوية ونحن نعرفها لمواشي تكتيك جديد هذا أنك تجي حركة شعبوية تأخذ قضية حقيقية قضية جدية وتهزى في اثنية أخرى احنا بالنسبة للجبهة الشعبية هذه الملفات هي ملفات جدية ينبغي أن تعالج بطريقة جدية لتوحد التوانسة مشكينة تقبس مجبهة شعبية حذروا نبه نذكر موقف راشد الغنوشي معك أبو بكر وقت اليوصف الحملة كحق أدت إلى باطل هذه دعوة مشروعة ولكن دفع هذا الموضوع إلى أن يصبح مصدر أزمة مصدر اضطراب سياسي واجتماعي في البلاد وتحرق مراكز ويعطى الإنتاج وينصرف الناس عن القضية الحقيقية في البلاد أمام كلمة حق أدت إلى باطل مش نقول أريد بها باطل لا نحكمش عن النواية ولكن بالنتيجة أدت إلى باطل هذا هو عديد الوجوه السياسي على اختلاف اتجاههم حذروا ملينا جميسير في تونس جراء الخطابات التحريضية وأولهم رئيس الحكومة حذر من التفرقة والفتنة في آخر كلمته قدام مجلس النواي بنهار جمعة اللي فاتت إننا نحذر من محاولة البعض إثارة البغضاء والنعالات الجهوية والقبلية وتفويض أسس الدولة إن من يشعل نيران الفتنة لا يمكن أن يطفيها ومن يبدأ مأساة التفرقة وتفكيك الرابط الوطني لا يمكن أن ينهيها إن تونس وطن واحد موحد غير قابل للتقسيم والتجزئة إن مناعة وطننا واستقرار الدولة ووحدة شعبنا خط أحمر لا يمكن تخطيه وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في التصدي لكل تهديد للوحدة الوطنية مع هذا ندي تونس اليوم أصدر بايين يعبر فيه على استيئة الحركة من حملة وينو البترول اللي تسعى إلى إشعال نيران لنعارات الجهوية والتفتين والتقسيم هنا نتسألو هل التحذير والتنبيه يكونوا كيفين شنو المطلوب اليوم؟ سؤالي لكم شنو المطلوب اليوم قدام هل تطورمت على الحملة هذه وين وصلت الوضعية؟ اسمعت الكلم لكل سيموحمد عبو كيف كيف سرياض؟ نبدأ بك سرياض خليص محمد بش نبعد يخذ الكلمة بعدك كمعارض شنو المطلوب اليوم؟ شوف سيو بكر وقت اللي بديت للمشكلة هذي الملفة الطاقة هذية وحكينا عليه خرجنا في الإعلام وقلنا راه يزم الشفافية وقلنا ثم فساد في تونس موجود ونعرفوه وقت اللي نقول له كلام هذا ونقوله راه يزمه يتحل الملف ويزم نحله الصندوق الأسود وهذا شقنا قلنا يزم تتفارك الرومانة هذا بالضبط العبارات اللي استعملتت أنا استعملت العبارات هذو وقلت يا ولكن يهبط عليك هالبسودو هذو ما اكسبير واحد كذا في الفيسبوك في الكذا حملات متاع متاع كما قال هاسي محمد تسطر على الفسيدين فيش خالهم تسطر على الفسيدين؟ هذي حكومة مزيد كي جات وجات بانتخابات وما عندهاش ماضي وصيد ما عنده حتى ماضي بشي خالها ليه ويزم هتحل كذا ونوليو احنا نتسطر على الفسيدين شبينه داخلين في القطاع البترول اللي عنده حاجة يوريها اللي عنده حاجة وعنده 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 شكل يخلو غاليين نورينا ولكن هذي حملات متاع يزم نوريكم الحملات هذي شوه الآن؟ شوه الآن؟ شوه احنا احنا انا عوه في لجنة الصناعة والطاقة واحنا موجودين وطلب ومش نلعبه دورنا بش الملف هذا يكون فيه الشفافية اللازمة والتامة وانا طلبت من صديقتنا اللي في الطيار الديمقراطي سيدا سيمي عابو بش نجي نشاركه معنا بش نجي نشاركه بش نعملونا الدوات بش نحلو الملف هذيه بيسيفة والله مش كونوا مع بعضنا بش وقت اللي نخرجه مش نعملو الندوات بش نفهمو الساع اقبل كل شي لانا ثمة قلة فهم لانا ثمة ناس مش فاهمة لازم ندوات مش نكونو ونجيبوو الخبراء هيدا هو مهدا هو وقولا مش نعملو ويكانت كامل بش نعملو ندوع بش نجيبو الخباراء لكل تحكيننا ونجيبو خبراء الهن حابوه محبا ماشي نجيبو خبراء فهموكو جيبو خبراء بش يفهموهما يعملو التدقيق يفهمو به خدروهو نفيدو مش فهمين مش الوزارة ومش المسؤولين فقط. خبراء ومش فهمين. كيفش نجي يكون خبير تو سمح له هم مشكول الخبراء في البحث في التقاسي في القضايا دي. ياما القضاء والقضاء معضوش خبرة كبيرة بالمناسب. اكثر حاجة اجهزة الرقابة ولا دائرة محاسبات. هاي هلا هو. هذي حاجة. ولا تعمل شوها الاخر تجيب لجنة بي كي ما عملنا في البنوك العومية. شوها يزم يتعمل. يا هذة يا هذة. انا راي مزيتنهم بالتوانسة. كي عايتلهم رئيس الحكومة يحطهم على الطاولة ويخوضهم من الغد يقول له هم فهمين هذك اللي بشي حمام. يخدم للاخر. خدروا غزولي. فبارشة فلوس. فبارشة رشوة. وفبارشة تهديد. ملافق اختير معناه. اختير معناه مهم راه واذا يخلي من خوش العبات. اما راه مهم طبعا مش يشريوا بارشة ناس. بش عملوا حملات. يشريوا سياسيين. ربما يأثروا في بعض العالمية بشي حاولوا. اذي اكيد. اش يلزم. الرئيس الحكومة بيدو يقعد على الطاولة ومعها الناس يدوم اللي يذق فهم. اهم ناس في الاجهة الرقبية دي. مجتمع مدني. معارضة ستة شهور اخرين. الحكومة اللي فيها سريعة تطلع ربح ونحن سفقولها. اما بشي بشيء بالمنطقة دينا هاركول سكر سكر وهنا قاعدين نحكي يومكو براء. روما يغير شيء. لا مش تحلو وانتي ترش ستسكر. مش تحلي. تقول انتي تسكر وتقول هلو فاش تحلو. حل يزم تدقينا. ولكن ولكن احنا ما نسو سكر وقال لي نبهنا ان الحملة هذي. حملة عندها غرض اخر. عندها هدف سياسي وابا. وزير صناعة. لا مش قول عنده هدف سياسي يا سي رياض. بالله مش قولك حاجة. يا سيدي افرضنا ان احنا سيئين يقالقينا. كي قولنا الحكومة ذي متقالقين منه. كما كانوا يعملوا قبل. قلتك افرضنا ان احنا ارفع من هذا بكثير الوطن قبل نداية وقبل ناس كل. الحقيقة هاكا ماشي. اما نوفذو سيدي العكس نحركوا في الناس لاعتبارات حزبي. يشكب علينا يا اخوي. يمشي عملو ديت. واغرش قول ناس هدوم كذاب ونحنا طلعنا صحاح. سيئة حالة المشكلة. اما شو قولت فرقس في النواية يا حكاية فرا. اما تقول لي عوف وما عوف. عوف اذا كان قولي كلمة واحدة برا تبقي القانون. عوف اخي تحكي لينا العوف. اذا تعرف ناس خذوا فلوس. ولا تعرف ناس زفعوهم لسبب طرف ماء ليشعال النيران. الخلل في كنتي كي تحكم. سنة عاد. الخلل في كنتي خاتك يزم كتعرفهم ناس هدوم ويتحكمهم. اما مش تقع تتفرج ونار كل تشكي. انا نشكي. مش انتي. انتي في السلطة. اولا هنا تولي مسؤوليتك زادا سي محمد. طبعا سؤوليتي وقتا نبدأ غالطة. تحل ملف وتحل قضايا. اي? وتحرك ناس انت اتره. لا ترى ان فيه سمعني. بشي تتصور طيار ديمقراطي حرك في الحركة ذا غالط. وش خاص نحنا ماذا بينا نران لحزب قوي. بل ليش كوني حرك في السلطة. لا اغزالي بش قولك حاجة حاسب رأيي. تواب اللي بش كل وضوح. حاوب حذك اللي في الحكم. لوم علي هو. عنده مدة في الحكم يجب يعرفوا اذا فما طرفي حرك. انا معلوماتي. تقول شباب مهمش. لانترنت تلمهم. تلم مجموعة هنا. مجموعة هنا. تخل في وصف واحد معناها عنده مصحة خاصة ممكن بلاد مسيبة. يا سيدي الف. المهم في في ظروف كما ذي معاش ناجم بتتبع. ايش كوبش يتبع حاسب رأيي. كانت قولوا لهم ايجا كحزب معانا بش تولي ركوب. بذير ركوب اللي احكيوا عليه. هذيك علشان قولوا لهم قولوا لهم نحضران في حملة. اهنا ندفع في اتجاه صحيح. التدقيق. اشفافية والمحاسبة. خيري لكم من مطالب اخرى من قبيل التأميم اللي هرب لك المستثمرين. واللي هو اللي طالبينه نحن ندي نفس المعنى. نحن نقوله سحب الرخصة من اللي خالف العقود. هو يقول لك تأميم. كتوصل الغرب طبعا تضرب لستثمار. كناك يجينا قادرين على التأطير او نحب ونقطروا وراء وكانت فم مصلحة في البلاد نحنا ولا غيرنا. طو كان يتكلم سيحامة الهمامي. جبعة الشعبية. معناها طبع البعد الاجتماعي هو الأولاني. نطلبه وسيحامة همامي بالله تزعم انت الحملة. مربوطة بيك. مربوطة بتوجهاتك. وخليهم الناس هذوم اللي يتراهم انت معنا عنده بنواية. على شيرة. ونحن وراك. انت الزعيم ونحن وراك. المهم حلمي لف. مناش منطق الربح الحزبي. ما زال. نحن لنا شباب وكهول. بالنسبة اللي نحن السلطة نخطولها بعد خمسة ولا بعد عشرين اسلام. مش مزروبين يسر. يسي حامة الهمامي تزعم انت هذه الحركة. وندفع لتجاه الكل كونه يقف وراس يحمل همامي. عنده تاريخ نيضالي. وعنده احترامه. وعنده قدرته. وعنده هياك الامتاعه. ومتاع الحزب بتاعه. ولا متاع الجباب. يتفضل. اما ما يجيش يقول. هذي سبب لعدم دخول الحملة رغم لي هي عادلة. ايكي عادلة خلفة اوز. بل بالعادف مش تكون عادلة. تكون انت زعيمة. الدولة زعمت الحملة توا. وكل. وكل. تكونوا فرحانينة ما مرينيش. دولة. لا لا تعود شوف. لأ سامينة عايش كتوخ بيش التونسي ما يدخلش ببعض. عش عاملة الدولة خنفهم. ديرك محاسبات الفين واثناش هي الدولة. لا عادة الفين واثناش مش هي. ايه لا لا مسالش تسمعني. الدولة. سمعني. ما ينهبش تسهلك. انا مش معامل على القضاء. السبب بسيط. معامل القضاء عنده ثلطاش تقريب قضية بتاع بيترون. ينجي يعديل الكربة خمس سنوات. يقول لك عندي عشر ملف فساد. ما في بالك عفهم عشر ملف فساد. تحتي على ذي نجي ونقل لك الملف. سمحوني سيد القضاء. هذا اللي صغير توفي تونس. كيسروا وتنقلولهم يعطيكم الصح. اما توروهم مش قاعدين يسرع. وربما التعقيدات وعدم القدرة خطاة. طوال قانونيين زادر ومش مختصين برج في الموضوع هذا. هدا شي. شي ثاني. اذا نحب وناخده النتيجة الستة شهور رأي مربوطة بالحكومة. اما يزبنا تمكل مراقبتها عن طريق المجتمع المدني وسائل العلم. ونواب من المعارضة اللي عنده اهتمام بالموضوع ده. سريع. شوف قبيلة سي محمد عبو. شا بدي على ملف. ما حبش ندخل في الموضوع التقني. شا بدي على ملف فقال ثمه شيريكة و. ونعرف عش في شي يقصد. انا ما اسمي شركة. او كان لو نطيش و نطيش و صنارة. اي. ونشوفه نجموجين شدوا حاجة. هيدا هوا كيفاش. لا لا مش انتايش صنارة مش. لا لا خطر الموضوع عذاك. الموضوع عذاك. بينا ببارشة ناس كونو يجي واحد يقول لك فولين وفولين ران نحترم لعبات. او عليش خاتر محمد دي ما اقول قارينة البراة. مجد صنارة ولغة دي لحقيقة ماذا بينا من عكس فيها. قارينة البراة طبعا. اي انا ما سميناش. انا ما سميناش احسن ما انتو قد وكنتكثروا علينا انتو نعود وسمينه. لا 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 مشكلة فيش سي محمد ده اليوم كنا حاضرين في بكثافة. في اللجنة اللجنة. بالاتمع لوزير صناعة. لجنة الطاقة. ولجنة الحقم الرشيدة. وكانت حاضرة لصالة ممليئة بالنواب. وبوسائل الاعلاب. وجميع الاسئلة طرحت. وثم اشياء ساعات اسئلة بديهية. واختلي واحد يسهل سؤال وميحاولش يلوج على الجواب. ميحاولش يلوج على الجواب. والجواب واضح. لانا عليش. لانا نحبوا نسهلوا سؤالش داخلوا شك. ولكن الجواب ميهمناش فيه. حتى كان جواب مقنع. لا. اعطينا جواب مرأس. هذا هذا ش قاعد يصير. اعطينا جواب توه باش المواطن اللي سمعني انا ينحيلوا الشك ملدينه. او سرياض بش يجاوبكم. شو الجواب على الحالة اللي نحكي على هنا ولا الحالات المماتلة. الناس اللي عندها بار لمدة تجربية معاينة تبقى لمدة سنوات. لا للوزارة راقبت. ولا لطاب دخلت. انا شكو تحكي سي محمدا. لا لا سمحني. سمحني. عاد بره ارجع دائرة محاسبات وثبت امورك عاد هذي من ناحية. ومن ناحية الثانية بره اشوف القضايا اللي موجودة امام القطب القضايا. اسمحني خليني 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 هكا بعد شركة رجعلي. بعد شركة الحكومة شد صحيحكم اشتحمي الناس اللي موردة. تم وقتا نولي نجوابك نقول لك فولين وفولين. اما طول الحقيقة ماذا بينا بنا هطوش لي مثل هذر مستوي. ومش باهره. عندي. سوال انا تطرح. ملا رفين واحداش ما سميتش حد بسم. وجواب اه. ها جاوب انت على التواصل. تطرح سوال وجاوب جاوب. ما نحبش ندخل في اه. في موضوع. لا يقول انها جاوبش بشي المواطني يتمنون. ماذا بينا نتمنون احنا. لانا ساعات اكتشافيت قاها جانبية جدا. وما فيها حد شيء فيها خمسين بير في اليوم وكذا. لانا الانتاج ضعيف يسر. وناس مزالت خاصرة. هذا هي حكاية ما نحبش ندخل فيها. ولكن. كيف صار ربما ميزكار. اواربعين في المئة. من الجاز التونسي جاي من الشركة اللي طاب عام ستا وتسعين. بايس مم. مجيب. مش هذر محمد. مش هذر محمد. مش هذر محمد. مش هذر محب. مش هذر محمد. مش هذر محمد. مش هذر محمد. لذا لذا اذا نحبه يكون عنا قابلية أنه نفهم الأوضاع وقابلية أنه نلوجه على الشفافية بالحق وهذا اللي نحب نلوجه عليه يزم يكون عنا الأول حاجة الجرأة وحاسة الحزم أنه نعرفه أنه رو مش نلوجه على الشفافية لجنة الطاقة شو 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 لجنة الطاقة من من صلاحياتها في الدستور أنها التراقب الثروات الطبيعية لجنة الطاقة حيثت من صلاحياتها القيام بأي تحري اللجنة الوحيدة التي عندها الحق في التحري هي اللجنة تحت تحقيقية قررها مجلس نواب الشعب هذه السلوات العمومية ملزمة بالتعاون معها نجم تدخل للإطاب وتأخذ الملفات نجم تهبت للأبار نجم تعملي تحب لجنة الطاقة مربوطة بالإرادة بتاع السلطة السياسية إذا تحب تتطور نجم يأتيك الوزير وما يعطيك المعلومات شو عملت أما أنت يبيدك تحب نهار من نهارات تراقب ولا تعينش كوني يراقب معاك يمشيوا أنتم هاي سيدي هوفا ما اقتراح أخر ربعا نواب ينجم يمشيوا يعملوا لجنة نحن نعجزنا كمعارضة مثل ميناج نعملوا لجنة بتاع معارضة آخرين يقولوها لتونس عملوها أنتم المصلحة تونس ما كش تعمل لي أنا بزي ما عندك ما ترجع لي أنا روما هذا اليوم تطرح في الاجتماع تتطرح والوزير قال مستعد أن يكون لجنة التحقيق وأننا نتعاملوا منها وأننا نتعاملوا على لجنة الطاقة أكثر من هكا اليوم رئيس المجلس كيف اقتراح شيء هذي ما عنده هذا المرول لتفعيل المرول لتفعيل ما تحب نكون يجابين سلطة ومعارضة خطة طوال عارضة أربعة سنين اللي فات مش بهين يجيوا نصلحوا شوي عبروا على حس النوويام تاكم مش نحنا معنا معنا معبر انتم عبروا على حس النوويام تاكم بعد شهر سمحوا بيوضع كم اللي نحنا عايشين فيه خطر الله الله لبغناته أنت كنت في كمين عام حزب عشان دي ستة شهر وزيرة بعد خرشت وحزبك قد في الحكم خرشت أنت يا عمين عام وقلت خرشت منه بعد من بعد لمسائل أخرى خرشت من الحزب خرشت من الوزارة وقال حزبك قد وصرحت قلت لأنا هل وحزبك قد هذيك وقعد تحقيب اسم حزب نحب نقول لك حاجة وقت اخذينا قرار في وقت ملوقات في مجلس وطن في الانسحاب كان طلب من المطالب هو حل ملفات الفساد ارجع للانترنت والجوجل تايجبك في الموضوع ذي وذي كان سنة 2012 هذي حاجة نحب نقول لك ما شد علي حتى تونسي اللي أنا سجلت موقف كما هنا في موزايق ولا غيرها نسكر في ملفات بالله ما عاش نسكر ملفات انا في السلطة وما سكاش ملفات دي رجيني يقولوا سنبحث بعد كسر ويلي لانه كمسلة عنا مهمة أما سيرياذ ما توردش روحة نعرف دي فعل حاجة ما تعرفش على شسير فيها بعد شهر واللطين شكرا 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 لا ترك أنت ما حبيش حينا اقول لك الحبة الشفافية ونحب الفساد عليش مشاركة ونحبه حقك مكافحة الفساد عليش حبني ورا تروحي لانه انتي اللي ينخل فيه اللي يعني اللي ينخلك فيه هنا انتي مش مقتنع بيه معادة انتي تحكم على النواية تحكى ما اقتلنا نقول لكم احنا نحبه الشفافية. ومشي مش شفافية ولا مش يصير هدية مش يصير. اكثر من اللي صار في العمينة اللي موجود فلعاكم. شكرا. عمينة ما مش مش كنصلاح الكرام ومش عمين عام وثلاثة شهور. اما مش هذي القضية. فقط بلايه كلمة واحدة لسيرياذ. رانما نجوش يكونوا ضدك في موضوع الشفافية. اما راك بديت عبارات من قبيل تسكر في الملف. لا يسيد يحلوا بشكل جديد. كيفيه شنو ما العبارات? عليش هتهمة ليه? قرع لي هما فساد. الحمد لله. في جميع بيه. في الاخر انا اخر جيما بعضا بشي جي معنا في حل الدوسي. ناوك حل الدوسي. لا. حل الدوسي مع عملي من جي معك في حل الدوسي. حل الدوسي. اي حل دوسي مشيرتك. شكرا سي محمد. حل الدوسي مشيرتك. شكرا جزيلا لنائب مجنوب شعب عن حزب فقتونس. برك الله.